اهلا بحضراتكم الحقيقة انه البعد الافريقي من اهم عناصر ومكونات الثقافة المصرية مصر الحقيقة بتتمتع بثراء ثقافي بيجعلها قوة قوة كبيرة المكون الافريقي واحد من اهم هذه المكونات وربما تعرض لفترات متنوعة من القوة والضعف باختلاف الفترات التاريخية ولكن اصولنا الافريقية ضاربة في اعماق الشخصية المصرية وفي اعماق الجغرافية والحقيقة الثقافة الافريقية ثقافة قريبة جدا من ثقافتنا وهناك قواسم كثيرة مشتركة بيننا وبين الثقافة الافريقية حول هذا الموضوع موضوع الثقافة الافريقية وارتبطها بثقافتنا باعتبرنا دولة افريقية في المقام الاول هتدور هذه الحلقة حول هذا الموضوع مع الدكتور احمد شحاتة استاذ الدراسات الافريقية معهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة قبل ان نذهب الى هذا الحوار الهام نذهب اولا الى تقرير حول ايقونة من ايقونات النضال والثقافة الافريقية نيلسون مندلة ثم نعود لمواصلة هذا الحوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بتمثل حياته ونضاله درس في فكرة التمثب بالمبادئ والتضحية بالعزيز والغالي من أجل الحرية من أجل القيم من أجل الوطن من أجل التحرر وأيضا من أجل التسامح لأنه في نضاله الكبير كان متسامحا عندما وصل إلى سدة الحكم كان متسامحا مع أعدائه وأيضا من أقواله المؤثرة التي عرضناها الآن فكرة أن الحرية تمنح مرة واحدة أو تأخذ مرة واحدة ولا تعطى على جرعات وأن قبول الإهانة يعني أنك لست إنسانا حرا وكثير من المعاني وضحها من خلال تجربته الطويلة في السجن يمكن أكتر من 25 سنة لما قال إنه لو قدر لي العودة للسجن مرة أخرى سأعود سأعود وناضل من أجل نفس الأفكار يعني هي الفكرة السبات على المبدأ فالجبناء يموتون عدة مرات ولكن الشخص الشجاع بيموت مرة واحدة الحقيقة كان نضال مشهود في التاريخ ويمكن حتى فيه كثير من البلاد الأفريقية الحقيقة يمكن زورتها وأنا زورتها كان فيه تقليد حتى في بعض المحلات فيه تيشيرتات عليها لصورة نيلسون مندلة تحول إلى رمز رمز لكل العالم وخاصة القارة الأفريقية موضوع حلقتنا ده صحيح بسم الله الرحمن الرحيم والحقيقة انطلاقا من نيلسون مندلة ذلك الزعيم الإفريقي العظيم الذي فعلا يعني وضع مثلا ومصل أيضا بين أبناء القارة الأفريقية من خلال ذلك التسامح مع أعدائه كان قدوة للجميع خصوصا بعد أن فقدت القارة الأفريقية كثير من زعمائها بداية بجمال عبد الناصر في أوائل السبعينات ثم يعني تلا ذلك بقية الزعيماء الذين تربوا هنا في الجمعية الإفريقية في حي الزمالك بالقاهرة ويعني نالوا شرف العمل الإفريقي وتزعموا هذه البلدان منذ حركة التحرر التي اكتاحت الكارة الأفريقية من بعد الثورة المصرية في عام 1952 هؤلاء الحقيقة يعدوا يعني عايز أقول هم دعائم وأسس الثقافة التي ربطت بين أنحاء الكارة ليس فقط كأقاليم بل حتى كبلدان ساعتك أشرت منذ قليل على ذلك الرابط القوي ما بين مصر وإفريقيا ثقافيا بالفعل لماذا؟ لأن مصر ممتدة من يعني الرأس الإفريقي في أقصى الشمال إلى ذلك القلب الإفريقي في هذه المنطقة التي نطلق عليها المناطق الاستوائية منطقة منابع النيل ومن حظ مصر أن لها ذلك الوصل أو الامتداد الهائل من أقصى الشمال الجنوب ولذلك أزرع مصر وصلت بالفعل إلى تلك المنابع واستقرت بين شعوبها ونهلت يعني كل البعثات المصرية التي تغلغلت وممكن أستبدل كلمة تغلغلت يعني تعايشت وتآلفت مع شعوب هذه البلاد الإفريقية يعني تأثرت بثقافاتهم لأن ذلك أدى إلى وجود بالفعل عوامل ثقافية مشتركة رغم اختلافها لماذا اختلافها أو تباينها لأن منابع هذه الثقافات تلك البيئات الإفريقية المتنوعة ربما سبحانه وتعالى يعني أوجد في هذه القارة تحديدا ظروف بيئية لا تتوفر في أي قارات العالم الأخرى يعني بلاد العالم وقاراتها تختلف عن قاراتنا لأن لها سيمترية كما يقال يعني لها نوع من التماثل ما بين الشمال والجنوب حتى في الظروف البيئية التي تعيشها القارة فالمنطقة الوسطى لها ظروف ثم هذه الظروف تتدرج شمالا وجنوبا بشكل يكاد يكون متساوي هذه الظروف أو هذه الأحوال البيئية طبعت أهل هذه البلدان من هذا الخط الشمالي والجنوبي بثقافات ارتبطت بطبيعة الظروف التي يعيشونها أنا عايز مثال هنا دكتور مثال نقارن بين الشمال والجنوب والجنوب هنا في القارة الإفريقية أعني القلب منطقة تحظى بظروف بيئية مليئة مثلا أو غزيرة المطر والمناطق التي تعيش في أقصى الشمال شديدة الجفاف صحيح وهذا التباين مؤثر بالقاطع على الحالة الثقافية لدى شعوبها يعني شعوب الصحراء تختلف عن شعوب الغابات فتأثرت الثقافات في هذه البلدان بهذه الظروف البئية المتبينة تحديدا نحن في مصر من ثقافات الشعب المصري الراسخة المتوطنة أنها استقرت وارتبطت بذلك الشريان المائي وتمسكت به حتى أنها ترفض البعد عن هذا الشريان المائي الذي يمثل لها الحياة صحيح حتى يعني بالوقال أن حوالي 95-96% من السكان على حوالي 5 أو 6% من مساحة الأرض تمام تمام بينما ثقافة الارتباط بذلك المورد لا توجد في بقية البلدان الإفريقية إلى ذلك الوسط لماذا؟ لأن أمطارها على امتداد أراضيها ولذلك التبعصر هو السمة الرئيسية التي توجد في هذه المجتمعات بينما التكتل هو الذي يوجد أو يتجسد في أو بين أطراف الشعب المصري وأقول أطراف لأنه الحقيقة برضو لها يعني معنى سأوضحهم هذا أدى إلى نوع من بالنسبة لهذه الدول اللي ارتبطت بذروب بإيه وتناصرت إلى ثقافة الانعزال بمعنى تكون نوع من المعازل أو المناطق العمرانية المتنسرة دعم هذا ثقافة القبلية أو الثقافة التي تعتمد على الذات أكثر منها تعتمد على مثلاً الإنتاج الكلي أو ذلك الارتباط أو الترابط اللي هو بيبقى فيه مجموعة من العوامل تؤكد هذا اختلافاً عن مصر ولذلك في مصر لها خصوصية في مسألة عناصر الثقافة التي تعيشها ارتباطاً بهذه الظروف كما أوضحت كنت عايز أستاذ حضرتك تفضل ويعني أبين من البداية كده أن هناك فروق في هذه الثقافات وأنواع نعم يعني على سبيل التحديد لدينا ثقافة جغرافية والثقافة تاريخية وأنواع أخرى من الثقافات في هذه أنواع من الثقافات مرتبطة بتنوع الموضوعات أو تنوع عناصر الثقافة الموجودة في هذه المجتمعات في أنواع أخرى من هذه الثقافات تنوعها إقليمي يعني مرتبط بتنوع الأماكن نفسها هذا التنوع المكاني أسرى هذه الثقافات بذلك أو بتلك الأنواع أو تلك العناصر الموجودة في هذه البلدان لكن الحقيقة كثير من بلدان العالم إذا ما قررنا مثلا بين الثقافة المصرية وإقليم أكبر قليلا تنتمي إليه مصر وهو إقليم حوض النيل ثم إقليم أوسع وهو الإقليم الإفريقي أو القارة الإفريقية بكاملها هناك فارق كبير بين هذه المحيطات الجغرافية أو ذلك النطاق الجغرافي لكل كيان من هذه الكيانات فما بالنا إذا ما قررنا بين القارة الإفريقية بكاملها يعني أو بمجمالها والثقافات الموجودة في مجتمعات أخرى زي مثلا الثقافة الأوروبية أو الثقافة الأسيوية التباين هذا الحقيقة إذا ما أخذناه على المستوى الأكبر بقى اللي هو مستوى القارات فيه جزئية مهمة جدا نحن نعرف أن القارة الإفريقية يعني تأثرت بالاستعمار صحيح والتقسيمات السياسية التي وضعها مؤتمر بردين في عام 82 حين تكالبت القوى الاستعمارية على القارة الإفريقية وللأسف توطنت هذه القوى في كثير من بلدان القارة حتى أن البعض منها بقي الآن يعني موجود الآن داخل هذه البلدان واستقر وأصبح من أبنائها ما بعد الاستقلال أيضا هؤلاء ما في شك أنهم تركوا أنماط من الثقافة الأوروبية التي أتت معهم للمجتمعات الإفريقية الحقيقة في منها سلبي ومنها إيجابي يعني رأينا في كثير من البلدان التي تأثرت بهذه الفترة الاستعمارية أن هناك بعض الآثار الإيجابية وقد يعترض البعض على كلامي لكن الحقيقة زي مثلا المظاهر الحضارية على سبيل التحديد عندنا في البلدان التي استعمرتها بريطانيا وهو الشريط الشمالي الجنوبي من القارة فضلا عن أن هناك شريطا عرضيا من الشرق للغرب استعمارته فرنسا أو فرنسا كانت استعمارا فرنسيا هذا الكروس أو هذلك المحور الشمالي الجنوب الشرق الغربي كل منهم تأثر بنمط من الثقافة مرتبط بالموتن الاستعمار الأصلي فالثقافة الفرنسية بتباينها في أوروبا ليس فقط على مستوى اللغة لأن من مقاومات الثقافة وقواعدها أو جوانب الثقافة المختلفة هي اللغة فضلا عن الدين بالإضافة للفنون والأفكار المختلفة التي تشكل في مجملها ثقافة أي مجتمع تباين هذه الثقافة في أوروبا أثر على هذه المحاول الإفريقية لكن إيه الأثار الإيجابية التي تركها؟ الأثار الإيجابية أن الفترة التي استقر فيها هذا الاستعمار في ذلك المحور الشمال الجنوبي ذلك الإنجليزي والشرق الغربي ذلك الفرنسي ترك أثاره بحيث أراد هذا المستعمر أن يبقى في هذه البلدان لفترة أطول خطوط سكك حديدية مثلا نقل حضارتي بالضبط نقل حضارتي بيكملها حتى أفكاره في الإعمار وكلمة استعمار جاءت للإعمار أصلا من قبل مصطلحاتهم فأقاموا مجتمعات تشبه المجتمعات الأوروبية تأثر بي نظام هذه المجتمعات ذلك الإفريقية تأثر بها ثقافيا الآن بقى اللي هو التأثير الإيجابية التي سعدتك أشرت إليه منذ قليل أصبح موجودا بالفعل عندما ترك هذا الاستعمار هذه البلدان وترك هذا الأثر في الإفريقي فأصبح الإفريقي في هذه البلدان يعيش نفس الخصائص الحضارية التي عاشها الاستعمار في تلك المواطن التي توجد داخل هذه البلدان باختصار السلوك الحضاري نحن رأينا في القرى الإفريقية في كثير من بلدانها ذلك الإفريقي متمسك إن لم يكن يسير على قواعد أو سلوك حضاري اللي هو المفروض نتاج الثقافة يعني الثقافة ذلك يعني مجمع للفكر والإبداع وهذه الجوانب كلها التي تشكل ثقافة أي مواطن في أي دولة الحقيقة تجسدت في السلوك الحضاري الذي يسلوكه الإفريقي تجاه موطني فعلى سبيل التحديد مثلا نرى أن هناك قواعد حضارية معنية بالحضر معنية بالعمران معنية بأماكن السكن والعمران في هذه البلدان يسير عليها الإفريقي كما علمه ذلك المستعمر فيلتزم مثلا بما صار طريق دون الحيد عنهم يعني مثلا يمشي في طريق في الاتجاه اللي هو الزاهب وهناك طريق آخر للآيب وهكذا فظهرت تلك السلوكيات الحضارية بين الأفريقى في تلك المواطن التي تركها المستعمر كي تكون موطنه الذي أمل أو يعني تصور أنه سيبقى فيه لفترة أطور نعم دكتور أحمد شحاتم ما هو المشترك الحقيقي بيننا وبين دول أفريقيا وخاصة دول وادي ميل آه كلام جميل هي طبعا مشتركات كثيرة آه مشتركات الثقافية يعني الثقافية آه مقارنة أيضا ببقية القرى الإفريقية طبعا الثقافة هي حصيلة طبعا الفكر والفن والأدب فضلا عن العلوم وما نتج عن هذه العلوم نعم لكن في النهاية هذا في مجمله يعني أدى إلى ما يعرف باستنارة الزهن وكذلك رقي الأفكار خاصة في مسألة الفنون والأخلاق والسلوك فضلا عن الثقافة السياسية والتاريخية والقانونية التي أشرت إليها في بداية الحديث لكن كل هذا يؤدي في النهاية إلى تهزيب النفس وضبط السلوك هذا هو المنتج يعني المفروض نتاج الثقافة لأنها الحقيقة أعظم وأشمل مما يعرف لدينا بالمعرفة أو التعلم صحيح صحيح يعني البيهيفيور السلوكيات السلوكيات اللي هو انعكاس هذا الثقافة انعكاس للثقافة تمام لأنه المعرفة أو التعلم ده فقط يعني حاصل فيه معرفة هذه المعلومة واكتسابها وكيف هي التحليلية وتحصيلها صحيح هل البيهيفيور ده أو السلوكيات ده فيها مشتركات ما بيننا وبينهم بكل تأكيد يعني أنا كنت عن هذه الجزئية علشان يعني تبقى مدخل لذلك المشترك بيننا وبين الدول الإفريقية اللي في مجملها نعم ليه بقى لأنه الحقيقة هذه الدول يعني في فترة ما بعد الاستقلال تصارعت فيها التنمية معدلات التنمية زادت في هذه البلدان وكان لديهم خطط كنا نسير عليها قديما في مصر وهذا هو ذلك المشترك في محاولة نقل هذه المجتمعات من مجتمعات فقيرة إلى مجتمعات يعني اقتصاديا أفضل ثم كمان ترتقي ثقافاتها من ننتقل يعني من مرحلة التعلم إلى مرحلة الثقافات ثم إنعكاس ذلك على البيهيفيور اللي هو يقصد يعني السلوك الإنساني في هذه البلدان المشترك أننا جميعا كنا نسير بخطة يعني متساوية معا منذ فترة ما بعد الاستقلال يعني مثلا من منتصف الكرن الماضي على مدى نصف الكرن الماضي كنا نسير بخطة كد تكون متوازية لكي نصل إلى مستوى ثقافية كد يكون متماسل حدثت طبعا فروق بينية بين المجتمعات المختلفة أدى إلى أن هناك بعض المجتمعات تصارعت أو تسابقت وحسنت من أحوالها وارتقت بسكانها إلى ذلك المستوى الثقافي الذي الآن يقارن بالمستوى الثقافي الموجود في مواطن الحضرات على سبيل التعديد في أوروبا أو بعض البلدان الأخرى هذا هو المشترك الذي لابد أن نعمل على يعني مساواته مرة أخرى يعني اللي هو التحديد الزمني لمصار هذه الثقافات أو نقل المواطن الإفريقي إلى مستوى من الثقافة يستطيع من خلال أن يحسن سلوكه وأقدر أو تستطيع هذه الدول أن تستفيد بمواطنيها في محاول الترقي هذه البلدان ورفعتها لكن الحقيقة الفروق البيانية عطلت كثير من هذه البلدان نظرا لظروف إقليمية أو أحيانا بعض الصراعات الداخلية يعني تباينت لكن ما في شك أن هناك علاقة قوية ما بين مصر وإقليمها المائي يعني ثقافيا وعلى بقية المستويات يتمثل في إيه بقى أهم الملامح كلام جميل نمر واحد الامتداد الطبيعي للشعب المصري في ذلك الحوض إحنا عندنا كما يعرف الجميع يعني مش عايز أقول فيه تباين ثقافي داخلي يعني داخل الأقاريم المصرية وإن كان أي اختلافات ثقافية ونستطيع أن نحدد على سبيل المثال كلنا نعرف أن للنوبة ثقافة صحيح نعرف أن لأبنائنا في مثلا شمال غرب مصر يعني منطقة الصحراء الغربية لهم ثقافة أبناء الصعيد لهم ثقافة حتى أبناء البحر الأحمر يعني شعب سيناء أيضا يعني أهلنا في سيناء أيضا وهكذا هذه أقاليم داخلية داخل مصر هذه الأقاليم لها ثقافتها مش عايز أقول المتباينة المتكاملة لأن ذلك التنوع هو غنى ثقافي نعم والتنوع ده جاه من إين؟ جاه من تباين تلك البيئات في مصر حتى أهل واد النيل لهم ثقافة مختلفة تنطلق زي ما قلت لحضراتك قبل كده من ارتبطهم بذلك الشريان الحيوي المائي الحياة اللي عايشين حواليهم بتختلف طبعا عن سكان الصحراء فلدينا يعني جانب من سكاننا أو يعني قطاع من سكاننا في مصر هو الذي يمكن أن يعد رابطا ثقافيا بيننا وبين حوض النيل ولو حتى رابط انتقالي اللي هو أهلنا في النوبة المصرية لأن لهم امتداد طبيعي حتى قلب السودان وعندما يصلوا إلى قلب السودان بثقافاتهم ومكونات هذه الثقافة في مجملها يستطيعوا اختراق السودان إلى أقصى جنوبها والذين يعيشون في جنوب السودان ومنهم أيضا مصريين حتى الآن وخصوصا فيما يعرف بمنطقة جبال النوبة وليست النوبة اللي هي حوالين السد العالي دي في هذه المنطقة أيضا في شعوب مشتركة ما بين الشمال والجنوب تعتبر رابط ثقافي بينها وبين الشمال السودان وجنوبه جنوبه أي جنوب السودان الحالية ومنها بقى إلى بلدان أغندا وكينيا وتنزانيا إذن مصر بهذا الرابط الثقافي المتسلسل أو المتتابع استطاع أن يصل إلى قلب القرى الإفريقية يعني أنت أنت تنصح بأن يكون هذا جسر لنا لتدعيم علاقتنا بدول حضوة النيل تمام هذا ما قصدته لماذا؟ لأن هذا المحور هل بيختلف أهل النوبة كثيرا عن عادات وطباع وثقافة دول إفريقية في حضوة النيل؟ العكس صحيح هم أكثر قربا أكثر قربا في العادات والتقاليد العادات والتقاليد والفنون ونتاج هذه الثقافة حتى في مورثاتهم الثقافية لكن الجزئية التي أود أن أؤكد عليها أن هناك ولا نستطيع أن ننكر هذا أن لون البشرة يلعب دور قوي في مدى ارتباط هذه الثقافات أو سمعودها صحيح يعني أحيانا في بعض الدول الإفريقية عندما ذهبنا يعني يوصفون المصريون بأنهم ليسوا أفارقة صحيح لماذا؟ من أجل لون البشرة صحيح لدينا هو نفس لون البشرة خاصة أهل الجنوب وأن لدينا نجما سينمائيا مثلا كالفنان أحمد زكي رحمه الله واحد من أحب نجمنا هو أيضا ينتمي إلى هذا اللون من البشرة الحقيقة هنذهب إلى فاصل عن الفلكلور الأفريقي ثم نواصل هذا الحوار الهام حول روابط كثيرة تربطنا ثقافيا بهذه القارة السمراء الجميلة والثارية اشتركوا في القناة 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 اهلا بحضرتكم عدنا لحوار الثقافات واعيد الترحيب بالدكتور احمد شحاتة استاذ الدراسات الافريقية وحوارنا حول عناصر وروابط بتقوينا بافريقيا وتدعم هذا المكون الثقافي الكبير والحقيقة من ضمن الاشياء اللي لابد ان نشير اليها هو الى اي مدى من وجهة نظر حضرتك لعبة السياسة دورا ايجابيا او سلبيا في دعم هذا الحوار الثقافي او اضعافه عبر فترات تاريخية مختلفة ومتباينة الحقيقة طبعا ده سؤال بشكر حضرتك علي لانه مهم جدا لسبب ما هي الحقيقة التي اود ان اوضحها ان الحقيقة الثقافة هي التي لعبت دورا في يعني التقام تلك العلاقات وليس العكس لان يعني كثير من هذه الروابط التي تربط بنكل هذه الدول وخصوصا كما اوضحت يعني يعني اللي هو العامل السقاف الرئيسي المرتبط بذلك الشريان المائي هو الذي دعم هذه الروابط بين هذه الشعوب وعشان كده احنا دايما بنقول يعني كثير من هذه الدول بعيدة تماما عن تلك الاختلافات السياسية التي تحدث بين قيادات هذه الدول وعشان كده يعني بتستطيع هذه الدول ان تعتمد كشعوب على زي تلك يعني الروابط او ذلك الرابط الرئيسي اللي هو موجود في الاصل بين جوانب ثقافاتها وبين ما يوجد على الارض بين هذه الشعوب وبعضها على سبيل التحديد يعني رغم ان هناك روابط مكانية على الارض الا ان هناك برضو اختلافات كما اوضحت مرتبطة بالظروف البيئية المتبينة فعلى سبيل المثال ارتباط المصريين بذلك الشريان اللي هو موجود نهر النيل في مصر يعني من اقصى جنوبها حتى شمالها ما في شك انه طبع المصريين بنوعية من الثقافة تختلف عن هؤلاء الشعوب التي طبع صرت ولا تعتمد على النهر ولذلك نحن في مصر كما يعرف الجميع منذ قدماء المصريين احترمنا هذا النهر وقدسوه يعني تم تقديسه ليس فقط بل تعهد المصري كما نعرف جميعا بعدم تلوثي عدم التعدي عليه كان لازم تبقى ضمانة من ضمن ضمانات دخول الجنة ان يشهد امام الالهة بانه لم يلوث مياه النيل وانا لا يدخل الجنة لم يلوث مياه النار ولا التعدي عليه كنهر ولا التعدي على سهله الفيدي شوف هذه الثقافة اللي كانت رسخة فيه يعني حتى عقيدة المصري يعني ثقافة مرتبطة بذلك الشريان ترسخت حتى في يعني مصري حتى وعقيداته في سلوكه دي احنا قلنا دا نتاج أي ثقافة للأسف نحن الآن بعودنا هنا في مصر عن هذا تماما نحن نتعد على سهل الفيدي قبل ان نتعد على النهر سهل الفيدي ذلك يعني الامتداد اللي هو نتاج هذا الطين الذي اواصل يعني تلك الاراضي الخصبة التي جلبها نهر النيل من قلب القرى الافريقية الى الاراضي المصرية احنا علينا جميعنا ان نعرف ان حتى تربطنا الغنية هذه منقولة قادمة من الخارج ليست نتاج اردنا مثل هذا النهر الذي يأتي بهذه المياه ليس ايضا هذه المياه نتاج اردنا فهي نتاج خارج اردنا وهذا هو الذي دفع المصري الى ذلك الترابط او ذلك الارتباط الذي يمكن ان نطلقه او يعني نطلق عليه روابط اجبارية يعني ربطت المصر بذلك القلب الذي يدعمه بهذا الشريان المائم منذ الاف السنين منذ ان خلق الله هذا النهر صحيح وهذا الكلام يعود جيولوجيا وحفريا الى اكثر من ثلاثة ارباع مليون سنة وده عندما دخل النهر الاراضي المصرية بينما هذا الكلام يختلف ليس هناك تقديس لا لسهل فيدي ولا لمياه النهر ايضا ولا للنهر في كثير من هذه الدول التي تدعم هذا النهر بمياه لماذا؟ لان كثير منهم وهذه اثرت في الثقافة الافريقية في دول حوض النيل والتأثير هنشوفه اذا كان ايجابي ولا سلبي ان هؤلاء لا يحترمون هذا النهر ولا يقدسونه ولا يعرفون له سهلا فيديا السبب ايه؟ السبب ايه؟ ان طبيعة الارض في هذه البلدان لا تسمح بتكون ما تكون عندنا في مصر سبحان الله لا تسمح بتكون ماذا؟ لا تسمح لوعورتها يعني صعب الارض عندهم صعبة ما يسمحش النهر فيها من يكون هذا السهل الذي نعيش عليه نمر اثنين انهم ليسوا في حاجة اليه لانهم يعتمدون كليا على المطر صحيح فاصبحت ثقافتهم مرتبطة بالمطر صحيح وامتزاره وهي الامطار هناك كسيفة للغاية وغزيرة او غزيرة تعبير الادق غزيرة جدا لدرجة بتنشأ الزراعة من خلالها تمام ومش محتاجين لهذا النهر تمام يكفى اقول لحوالفة معلومة يعني تؤكد هذا الكلام وده اللي هو يعني على اساسه يعني ارتبطت ثقافة مثلا الشعب الاسيوبي او شعوب المنطقة الاستوائية بذلك المطر الذي يعيشون عليه فلدى اسيوبي على سبيل المثال نحو 1000 مليار من المطر بينما مصر فقيرة مائيا لديها فقط 2 مليار من الامطار من الامطار هذا فرق يعني عايز اقول لحوالفة صحيح 500 مرة امطار في هذه المنطقة مقارنة بمصر هنا تقصد ان تقول حقيقة ان وادي النيل او نهر النيل تحديدا نعم كان يجب ان يكون دافعا لترابط اكبر بين الثقافات الافريقية المختلفة تماما ولكن مع نقص المياه في العالم كله اصبح يعني يمثل عنصر منفر وليس مجمع خلاف عنصر خلافي ادى الى مجموعة من الخلافات بين اشقاء هذا النقر رغم كما اوضحت تلك الفروق في الموارد يعني هنا بتأتي بقى او يأتي ذلك العمل الثقافي الذي يحاول ربط الاشقاء مرة اخرى ان بيننا تلك الوشائج المتواصلة عبر الزمن وعبر المكان ايضا المفروض ان احنا نحل ما شاكلنا في اثار هذا الترابط الاسري الموجود ويدعم الاخ الذي لديه وفرة الاخ الاخ الذي لديه نقص او حتى عجز او شرح كما نطلق هنا طب هنا تلعب الترجمة دورا مهما دكتور احمد شحاتة ليس لدينا الترجمات كثيرة تجعلنا قريبين من فهم هذه الدول وثقافتها اؤكد لحضرتك ان للأسف نعاني في مصر من تقصير في علاقاتنا الادبية بهؤلاء المؤلفين وادباء القرى الافريقية سعدتك اشرت منذ قليل الى يعني ذلك الاقليم الغني بكل شيء اللي هو المنطقة المدارية هذه التي تربطنا بها هذا الشريان المائي لديهم مثلا علم زروعي علم زروعي هذا ذلك الاديب العالم الكبير الكيني الذي ولد في منبسة وانتج اعمالا ادبية وسياسية وكان مديرا لمركز الثقافة الافريقية في كينيا وانتقل واستقر في تنزانيا لكنه قاد هذه المؤسسة الثقافية في الولايات المتحدة الا ان توفي في عام 14 هؤلاء ارتبطت به للأسف جهات الابحاث المعنية بالدراسات الافريقية لكنها لا ترى صدى لهذا الانتاج الفعل لكن اود ان اذكر من خلال كلام ساعدتك ان هناك جهود بزلت منذ يعني عصور او عهود ما يطلق عليه الكشوف الجغرافية يعني في فترة النشاط الاسلامي للكشوف الجغرافية التي وصلت الى قلب الكارة الافريقية لدينا كما يعرف الجميع المسعودي مثلا والإدريسي وابن حوقل والبيروني وهكذا كثير من هؤلاء كان لهم جهد عظيم في كتاباتهم سواء بالعربية او كانت مترجمات نقلت الينا ومن خلالها تعرفنا على هذه البلاد حتى يمكن ساعدتك تلحظ في المنطقة المدارية هذه كانت هناك صلاة عربية من اهلنا في الخليج العربي وخاصة من الدولة العمالية التي استقرت على ذلك الساحل الشرق للقارة الافريقية منذ من شماله يعني من مقادشيو في الشمال الى ما يعرف بمدينة سفالة في موزنبيق فلنا يعني آثار عربية وثقافة عربية وإسلامية موجودة في هذا الساحل بامتداده الهائل وتغلغلت هذه الثقافة العربية الى الداخل وهم الذين نقلوا الثقافة الافريقية حتى ان البعض منهم كما تعرف ساعدتك يعني تعايش مع هذه المجتمعات الافريقية وانتد ثقافة جديدة ولغة جديدة تعرف باللغة السواحلية التي هي نتاج خريط ما بين لغة البانتو في هذا القلب الافريقي واللغة العربية صحيح ولكن بكل أسى يعني بتتناقص كلمات اللغة العربية من هذه اللغة يعني بدأت بما يعني يوازي أكثر من 40% أو أكثر من كلمات السواحلية وتناقصت تدريجياً إلى حد أن أصبحت حوالي 10% فقط تمام ولذلك هناك يعني جهود من مؤسسات مختلفة الحقيقة لا تظهر إعلامياً على سبيل المثال مركز يوسف الخليفة في جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم يقوم بجهد كبير لمحاولة الحفاظ على مفردات العربية في اللغات الإفريقية حتى أنه الآن يقوم بأعمال عظيمة جداً على مستوى الترجمات وخاصة من اللغات الإفريقية أو نقل اللغات الإفريقية دي كي تكون مكتوبة بالخط العربي المركز ده فين مكتوبة؟ مركز يوسف الخليفة في جامعة إفريقيا العالمية وكنا على شرف زيارته في أي دولة هو؟ في السودان في السودان نعم ففي مؤسسات كثيرة خائمة على هذه المسألة لدينا على سبيل التحديد أيضاً جمعية دونكولة للثقافة في السودان أيضاً حريصة على محاولة تدعيم الروابط المصرية السودانية في ذلك القطاع النوبي من جنوب أسوان في مصر إلى دونكولة في الشمال في مصر هنا لدينا ما يعرف بالمؤسسة المصرية النوبية للتنمية قائمة أيضاً على عمل ثقافي رائع بين هذا القطاع أيضاً فباختصار هناك جهات تحت دعم الدولة الحقيقة من أجل زيادة هذه الروابط وتواصل المصريين مع أشقائهم بل أهلهم الذين تغرغلوا إلى وصل القرى الإفريقية وكما تفضلت من ضمن هذه الجهود المقترحة من حضرتك هي دعم الثقافة النوبية كجسر لمزيد من الترابط والتواصل مع أهلنا في أفريقيا امتداداً من السودان إلى دول خدنيل قاتبة يعني بيجمع بين هذه الدول إيه تاني مشتركات غير النهر؟ بيجمع المصلحة المصلحة؟ أيوة نعم لأن المصلحة قد تكون عامل أقوى في هذه الظروف التي نعيشها وخصوصاً مع تعازم احتياجات هذه الشعوب فإذا كان هناك صحيح يعني عوامل روابط ثقافية وامتداد طبيعي بين الشعوب لكن عايزة أقول لحضرتك للأسف يعني هذه الشعوب في مجملها تحتاج الشقيق المصري فعلينا أن نوجه بالفعل كل اهتمامنا في هذه الأيام نحو القارة الإفريقية لتأكيد مصالحنا وأعتقد أن الدولة مشكورة في الفترة الأخيرة يعني تنبهت إلى هذا الأمر والعلاقات المصري السودانية تحديداً واضحة من خلال وسائل الإعلام وتلك الروابط لأن هناك بالفعل نحن نعتبر السودان بالنظر لمصر الجسر إلى القلب الإفريقي وهي أيضاً تعتبر مصر امتدادها الطبيعي إلى الشمال ومن هنا كثير من تلك العوامل أو الروابط بالفعل تحتاج إلى دعم الكثير من أجل يعني زيادة هذه الروابط وعوداتها إلى ما كانت عليه نعم يمكن حويك لما سألنا عن فكرة الفترات التاريخية اللي اقتربت فيها مصر من أفريقيا واقتربت أفريقيا من مصر هل بتعتقد أن حركة الترجمة أيضاً والاقتراب السياسي في فترة زعيم جمال عبد الناصر كان لها تأثيرتها الإيجابية على هذا الحوار الثقافي ما بين مصر والدول الإفريقية بكل تأكيد الفترة التي كانت متأججة ثقافياً وحتى كعلاقات مصرية إفريقية في فترة زعيم جمال عبد الناصر الحقيقة يعني آثارها لا زالت بقية في هذه الشعوب أو بين هذه الشعوب وفي هذه البلدان حتى اليوم نحن علينا الآن بعد انشغالنا بكثير من مشكلاتنا يعني أن نراجع أنفسنا لمحاولة يعني إيقاظ ما بيننا وبين هذه البلاد والتي لا زالت ورأيناها بأعيننا حين زيارتنا لهذه البلدان جميعها كل القارة الإفريقية ليس فقط منطقة حوض النيل ولكن على مستوى حتى الغرب الإفريقي في نيجيريا كما تعرف ساعتك في جنوب إفريقيا علاقة نيلسون مندلة بجمال عبد الناصر صحيح وهكذا لكن أبشر ساعتك أن لدينا في المجلس الأعلى للثقافة مركز للترجمة يقوم الآن بجهد عظيم المركز القومي للترجمة تقصد؟ نعم ويعني كان لي شرف حتى يعني مناقشة كتاب ترجم عن نهر النيل وشعبه أو شعوبه منذ فترة وكان يعني لدينا ندوات كثيرة في هذا المركز بالإضافة إلى يعني المجلس الأعلى للثقافة وأذكر على سبيل التحديد يعني أشكر ساعتك أنك ذكرتني بعمل رائع جدا قام به أستاذنا المرحوم أستاذ دكتور حسين مؤنس لتأكيد تلك الروابط ليس فقط من خلال ترجمات بل من خلال جمع وثائق لربط العالم الإسلامي تحديدا وأقاليمه الإفريقية في عمل ضخم سمي أطلس تاريخ الإسلام وأنا شخصيا عملت في هذا المشروع الضخم لأستاذنا الدكتور مؤنس منذ أوائل التمانينات والعمل هذا موجود ثقافيا في كثير من المكتبات مؤكد على تلك الروابط من خلال خرائط ووثائق طريقية توجد في هذا المجلد نعم دكتور رحمة شحاتة ما هو دور أيضا معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ما المطلوب منه أكثر لتوثيق هذه الروابط تمام ليس المطلوب منه المطلوب من الدولة الاستفادة منه ومن خبراته ومن إنتاجه العلمي كيف لأن هذا المعهد له أقسام معنية بدعم هذه الثقافة بين مصر تحديدا وأشقائها الأفريقى لدينا على سبيل التحديد قسما للغات الإفريقية والأدب الإفريقي له إنتاج علمي ضخم صحيح يتم تدوره في دوائر ثقافية محددة لكن يحتاج إلى مزيد من الناشر عفوا فضلا إلى تلك الجهود والندوات المختلفة فعلى سبيل التحديد الآن لدينا مؤتمر قريب عن التنمية المستدامة في القرى الإفريقية ودعم هذه التنمية من خلال مقاومات أو مقاوماتها الموجودة بين شعوب هذه المنطقة أيضا هذا المعهد له باع كبير من خلال خبراته في دعم خطة الدولة واستراتيجياتها المستقبلية والأهم دعم علاقات مصر بأشقائها لإفريقيا من خلال على سبيل المثال قسم الدراسات السياسية والاقتصادية وهناك قسما أكاديميا رائعا معني بهذه الثقافات وحصرها وكيفية الاستفادة منها بل التعايش معها وهو قسم الأنثروبولوجيا وهذا القسم الحقيقة لديه كثير من المتخصصين والعلماء معنيون جميعا هم بدعم هذه الثقافة المصرية الإفريقية يعني الدراسات والأبحاث ورسائل المجستير والدكتوراه التي تخرج من معهد الدراسات الأفريقية تحتاج إلى جوانب تطبيقية لزيادة هذا الحوار والتعاون الثقافي بين الدول الأفريقية ومصر هي في مجملها دراسات تطبيقية لكن تحتاج إلى دعم الدولة من أجل تطبيقها على الأرض أديني مثال مثلا لدراسة أو بحث يحتاج لدعم الأنثروبولوجيا ذهب إلى كثير من القبائل الإفريقية للتعايش معها ومعرفة خصائصها وكيف يمكن التعايش مع هذه الشعوب لدينا عملا علميا رائعا خرج منذ أيام في كتاب وكان عبارة عن رسالة الدكتوراه عن كيف يمكن التعامل مع شعوب منطقة سد النهضة الذي تعاني من نتائجه مصر يعني الآن ونتحدث عنه كثيرا فشعوب بني شنجول اللي هي منطقة إقامة هذا المشروع خرج عنها عملا أنثروبولوجيا ثقافيا لكي نعرف حتى مدى التواصل الذي بيننا وبين هذه الشعوب لأن شعوب هذه المنطقة امتدادا للأصول المصرية المصرية في غرب إثيوبيا نعم يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذه المعلومة وكيف تكون شكل المساعدة التي تقترحها من الدولة هي لابد أن تكون هناك أوراق يعني على منضطة التفاوض بيننا وبين أشقائنا تحديدا في دول حود النيل خصوصا عندما نتفاول على مخصصات مصر المائية بأن نوضح لهم أن هناك ارتباطات مصرية بشعوب هذه المنطقة القديمة ليس فقط بل هناك بالفعل على الأرض دعم مصري لكثير من هذه البلدان يعني لا نريد أن نمن على أحد فلكلهم علينا واجب لكن في حقيقة الأمر نؤكد أن هناك روابط روابط وعلاقات اقتصادية وسياسية إذا كان هناك خلاف معاصر الآن في ظروف يعني نبحث فيها عن حل لكن هناك أيضا روابط تاريخية موجودة بيننا وبين هذه الشعور لكن محمد علي من أوائل الحكام اللي انتبهوا إلى أهمية التعاون مع دول حضي النيل وكان لنا تواجد مصري في أثيوبيا منذ الحبشة قديما ولازال لنا تواجد في قلب هذه البلد حتى اليوم فعلى سبيل المثال للحصر لدينا جنود مجهولين مصريين موجودين في هذه البلدان من أجل تأمين مياه النيل لأبنائنا في مصر بنختم حوارنا حوار الثقافات بهذه الجملة التي فيها الكثير من التفاؤل والأمل وإن كانت غامضة بعض الشيء ولكن فيها الكثير من التفاؤل ولكن حوار الثقافات وارتبطنا ثقافيا بدول أفريقيا هو طوق أن نجا لنا جميعا يعني أفريقيا كتلة متنوعة وشديدة الثراء ومصر دولة مركزية بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم نهر النيل الذي أوضح الدكتور أحمد شحاتة أن الشعب المصري في دول حوض النيل كلها كان الأكثر التساقا لهذا النهر والأكثر ارتباطا والأكثر انتاجا لحضارة مرتبطة بهذا النهر عن غيره من هذه الدول فهو شعب مصر لا يستطيع الانفصال عن النهر ولا يستطيع ثقافيا أن ينفصل عن جيرانه من هذه الدول الأفريقية ونحن جميعا نشكل قوة إذا تجمعنا وإذا تفاهمنا وإذا تحاورنا حوار الثقافات الأفريقية ذات المصير الواحد والمشترك شكرا دكتور أحمد شحاتة أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة مرة أخرى شكرا لحضراتكم حوار الثقافات لقاء يتجدد كل أربعاء إلى اللقاء